أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأخيرة من خمسة في خمسة في المنديال و بعد انتهاء كاس العالم رسميا تعالوا نشوف اختياراتنا الأفضل كانت إيه طبعا لو قلنا مين أفضل منتخب في الجولة مش هنبقى محتاجين نفكر كتير عشان الأرجنتين هي بطل كاس العالم ولو قلنا مين أفضل مدرب في الجولة هنبقى برضو بنضيع وقت عشان سكلوني يرجع الأرجنتين لكاس العالم بعد 36 سنة وعشان كده هنستبدل الاختيارين دول باختيارين تانين وهما أفضل لاعب شاب والحسان الأسود أول اختيار معنا وهو أفضل لاعب في الجولة واللي هتروح لميسي وميسي مش أفضل لاعب في الجولة بل هو أفضل لاعب في التاريخ ميسي قدر يحقق حلمه ويتوج بكاس العالم لأول مرة في تاريخه وبعد خمس مشاركات وقدر يجمع بين الكوبا والمونديال سجل ميسي هدف وصنع هدف في النهائي وقدر يحط ركلة الترجيح بكل هدوث كمان ميسي بقى أول لاعب في التاريخ اللي يسجل في نسخة واحدة في كل الأدوار من دور المجموعات وحتى النهائي وبرضه بقى أكتر لاعب في التاريخ يشارك في أهداف في كاس العالم برصيد 21 جول سجل 13 وصنع 8 ميسي كان ليه جملة شهيرة جدا بعد ما خسر كاس العالم في 2014 وتوج بأفضل لاعب في البطولة وقال كنت الأفضل ولكن لم أكن البطل دلوقتي ميسي هو الأفضل والبطل ثاني اختيار معنا وهو أفضل حارس واللي هيروح لمارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني مارتينيز عمل أهم الطولة في تاريخه وساعد الأرجنتيني أنها تتوج بكاس العالم ساهم مارتينيز في سعود الأرجنتين من دور التمانية بعد ما صد ركلتين ترجيح من المنتخب الهولندي وكرر الإنجاز ده برضو في النهائي وصد ركلتين ترجيح من المنتخب الفرنسي ده غير فرصة في غاية الخطورة في ماتش أستراليا بدور الستاشر وكانت ممكن تقلب المباراة ونفس الفرصة بالزبط للمنتخب الفرنسي في النهائي تصدى لهم مارتينيز وفي النهاية كان للمارتينيز كل مجهوده في البطولة بفوزه بجائزة أفضل حارس في كاس العالم ثالث اختيار معنا وهو أفضل هدف واللي هيروح لجابرديول لعب المنتخب الكرواتي كان في حيرة كبيرة في اختيار أفضل هدف في الجولة دي لأن الجوليني اللي سجلهم المنتخب الكرواتي في المغرب كانوا في غاية الرواة ورغم جمال الهدف الثاني اللي سجله أورزيتشو لكننا اخترنا هدف جابرديول هو الأفضل لأنه واحد من أكتر الأهداف في كاس العالم اللي فيها جملة المنتخب الكرواتي مدرب عليها كويس جدا قبل المباراة الجول جي من راكلة حرة تعمل فيها جملة ولا أرواع من ثلاث لمسات نهاها جابرديول بشكل ولا أرواع كان صعب جدا على بونه يسود الظهر رابع جايزة معنا وهي جايزة استحدثناها النهاردة في محاولة لتكريم أناحي على مجهوده طول البطولة وهي جايزة أفضل لاعب شاب في البطولة عز الدين أناحي صاحب الـ 22 عام من لاعب مغمور بيلعب في أونجيل فرنسي إلى واحد من أكتر اللعيبة في العالم دلوقتي اللي عليها سرعة أناحي قدم أعظم بطولة في تاريخه مع المنتخب المغربي والكل حس بالفرق بتاعه لما كان بديل في مواتش كرواتيا ونزل لك أنت تخيل أن أونجي قبل كاس العالم كانت كمته التسويقية 3.5 مليون يورو بس ودلوقتي كمته التسويقية وصلت لـ 45 مليون يورو ويا عالم هتوصل لك كمان أونجي واحد من أكتر لاعبي خط الوسط في كاس العالم اللي عملوا مرواغات نجحة صحيحة وبكده بينق اللاعب خط الوسط من اللاعب التقليدي الكلاسيكي اللي بيقطع الكرة بس إلى اللاعب المهاري وبكل تأكيد لو ما كانش فيه تحيز للمنتخب الأرجنتيني بطل كاس العالم كان المفروض يبقى أونجي هو أفضل لاعب صاعد في المونديال مش إنزو فرناندس خالص اللي جاي بجول في نفسه في دور الستة عشر آخر اختيار معانا والاستحدثنا النهاردة برضو عشان نوصق فترة مهمة جدا في تاريخنا وهو الحصاد السود واللي بكل تأكيد هتروح للمنتخب المغربي المغرب اللي شرفت العرب وأفريقيا كلها وقدرت تحصل على المركز الرابع في كاس العالم لأول مرة في تاريخنا وقدرت تعدي كأول مجموعاتها في مجموعة كان فيها كرواتيا وبلجيكا ثم تكسب أسبانيا في دور الستة عشر ثم البرتغال في دور التمانية المغرب اللي قلنا في حلقة الدور رابع النهائي إن هي حتى لو خسرت الموتشين الجايين وخدت رابع العالم فهي إنجاز وفخر لنا كلنا كعرب وأفريقيا وما كانش حتى أبدا يا توقع المركز اللي وصلت له المغرب لذلك شكرا الأسود شكرا المغرب على البطولة اللي عشناها معاكم من أولها لأخيرها وبكده دي نهاية حلقتنا الأخيرة من خمسة في خمسة على عقل كورة في المونديال بنشكركم جدا على المتابعة ونتقابل دايما على خير